اشتركوا في القناة الى شرح موجز عن حالات المرضى وسير العلاج ومتمنيا لهم الشفاء العاجل اجرت قيادة الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي بوادي وصحراء حضر موت جولة بهيئة مستشفى سئون العام زارت قيادة الهيئة اقسم الرقود لرجال والنساء والاطفال والعناية المركزة وقسم الولادة والحضانات والطوارئ كما تفقدت حوال المرضى واطمنت على صحتهم وزعت الهدايا العيدية لمشاركتهم باحتفالات عيد الفطر المبارك شنت ميليشيات الحوثي سلسلة هجمات عسكرية على ثلاثة جبهات قتالية جنوبية وذلك في اول ايام عيد الفطر المبارك واعلنت القوات الجنوبية احبط هجومين بريين لميليشيات الحوثي في جبهات لحج وأبيان فيما تعرض مرفق طبي لهجوم بطائرة مسيرات في الضالع ما خلف ضرار بشرية بالغة في المبنى الصحي وتستمر الميليشيات بتصعيدها العسكري حيث نفذت في اليومين الماضيين هجوما بريا واسعا استادف جبهة يافع في لحج فيما تعرضت الأعيان المدنية في الحديدة لهجمات جوية واسعة خلف الضحايا بالصف المدني بينهم أطفال اختتمت الفرق الميدانية في محافظة أبيان عملية توزيع قوافل الإغاثة الغذائية الرمضانية المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ادراعها الخيرية الهلال الأحمر الإماراتي قوافل الإغاثة التي انطلقت باتجاه محافظة أبيان شملت ألاف السلال الغذائية الموزعة على مدرية خنفر والوضيع وجيشان بالإضافة إلى مدرية يافع رصد وسباح وسرى هايت الموجز إلى اللقاء